السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس العالمية اونلاين. ان شاء الله هنكمل مع بادة اللي احنا بدأناها من حل نمازج بقلة كتاب المعاصر لصف الثالث السنوي. دهما العشرين نموذج على المنهج بالكامل يعني. خدنا قبل كده ست نمازج. لما كنت شفت ست نمازج دول. هسيب لك الرابط هيزر فعل الشاشة اللي انا بتكلم. او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو. او هثابت لك الرابط في التعليقات اسفل الفيديو. هناخد النهاردة نموذج السابع. وزي ما تعودنا بنقول الحل بتاع السؤال مع ذكر السبب. كمان بنقول معاني الكلمات اللي موجودة في السؤال. ممكن نستشف في بعض الاحيان ببعض السكرينات الخاصة بالجرامر بالقواعد لو كان متاح بنسبة. تمام? نبدأ بقى مع اول حاجة في نموذج السابع. نمر one. الكلمة اللي اختارها او الفعل اللي اختاره معناه انت بتغطي الارض بكميات كبيرة جدا من ايه? من المياه. طبعا الحل الصحي هنا هيبقى ايه? هتبقى كلمة فلد. تمام? فلد يعني يفيد او فيضع. تمام? كلمة لك يعني نقص. ليك يعني يسرب او تسريب. سويب يعني اكنس. نمبر two. هو لعب ماهر. بط هي انه محتاج بعض الايه عشان يثبت نفسه. هل هقول لو اسرار. لو تردد. لو التفاوض. اكيوزيشن لو اتهام. طبعا تحتاج ايه لتر ايه? وعايز بس شوية اصرار كده وان شاء الله هيوصل. نمبر three. taking the decision to apply for the job. لما اخد قرار ان انا تقدم لطلب وظيفة. he became one of the. اصبح هو ايه بقى? suspects اللي هم المشتبه بهم? ولا candidates اللي هم المرشحين? detectives محققين? owners مالكين? طبعا تبقى ايه? candidates اللي هم ايه المرشحين? وعادي تقدم لطلب وظيفة فاصبح مرشح انه يقبل في الوظيفة دي. نمبر four. naughty children often cause problems to their parents. الاطفال اللي هم الاشقياء يعني يبعملوا شغب كتير المزعجين بسهو مشاكل اللي ولدهم بتوح. the opposite of naughty is. عكس كلمة naughty مضضها ايه? هل aggressive اللي هي عدواني? ولا possessive? possessive اللي هي ملكية? ولا obedient? obedient هنا اللي هو مطيع ازا عامل كلمة زي كلمة obey يطيع. يبقى obedient ولا insistent اللي هو مصر طبعا تبقى letter c obedient اللي هو مطيع. نمبر five being an implied child. كونه اه طفل مثلا غير مهدب. I told him to اخبرته himself or I would tell his father وإلى هكلم بابا. واعزوا له اخبرته انه يحسن التصرف. ده تعبير على بعض اسمه ايه? اسمه behave yourself. يبقى لطربيه. تمام? طبعا كلمة promote معناها يرقي او يروج. وكلمة deceive يعني يغش. طبعا ايه ما انفعوش. نمبر six. a fixed idea about what a person or a thing I like is cold. والله fixed هنا ما معطولش بها معناها ايه? تم تصليحه لا. fixed هنا يعني مثبت. لما قول فكرة ثابتة عن شيء او عن شخص انا بحبه. تمام كده? is called بنسمها ايه? طبعا stereotype. لو اي stereotype هنا اللي هو نمطي. تمام? process عملية. competition مسابقة او منافسة. investigation تحقيق. number seven. you should set the goals. يجب ان انت تحدد الاهداف. you need to achieve انت محتاج ان انت تحققها يعني. بانت عايز تحدد الاهداف اللي عايز تحققها. the word is it is used here as a. كلمة sit هنا. موقوحها في جملة ايه? جاي بعد شو تخلي بالك? هل هي preposition? حرف جار? adverb. ظرف او حال? adjective في صفة. verb بفعل. طبعا فعل. فعل المصدر جاي بعد كلمة تشد. number eight. did the police find the cause of the fire? هل البوليس اكتشف سبب الحريق? طبعا كلمة find هي تبقى ايه? find out. find out يعني يكتشف. number nine. running in the street last night. they're not something wrong with him. لما هو كان بيقري في الشارع بالامس كان فيه زي بقولك ايه? اكيد كان فيه شيء ايه? فيه مشكلة او خطأ بالنسبة له يعني. هل هيقول can't be ولا must be? اولا can't be ومصد بي مبدأ ايه من احتي الجرامر غلط. اللي بقولي هنا last night. تمام? بدل في كلمة last يبقى انت بتكلم على استنتاج في الماضي. فاستنتاج في الماضي بيبقاش can't والماذرة ولا مصد والماذرة. دول برا. طيب. letter c و d. الاتنين بيعتوروا استنتاج في الماضي. والاتنين استنتاج مبنى على دليل قوي. بس فيه واحد مزبط والتاني من فيه فانا عايز اشوف المعنى المناسب. لما لقيته هو بيجري في الشارع اللي هالي الماضية يبقى اكيد كان فيه شيء خطأ بالنسبة له ولا اكيد ما كانش فيه شيء خطأ. ماذا كان بيجري ليه? لأ تبقى letter c. يبقى must have been. تمام. يبقى استنتاج مبني على دليل قوي في الماضي. نمبر تن. طبعا المرة اللي فاتت والقبلها بقى ناستيمتنا. احنا بيجيب نفس بتاع مصد هافين وكانت هافين. طبعا الناس تقريبا حافظتها. ولو ما كنتش اخبالك منها هي موجودة في الوحدة العشرة. ان شاء الله هتلاقيها. نمبر تن. يعني بقولك هنا جو كان بيمطر. ووصلنا الايه? الاستاد. خليبك بقى. انت عندك هنا حدسين. تمام? حدس طويل. تمام? لهو ماضي مستمر. وحدس قصير وهو كلمة طبعا هنا الحالة الصحية يبقى كلمة يعني يزولك ايه? جو كان بيمطر لما احنا وصلنا الاستاد. تمام? طبعا مينفحش هنا اقول اون. لان اون عايز وراها في البلاس اين جي. وايل. وايل هنا محتاجة وراها الزمن اللي هو الحدس الطويل اللي هو الماضي مستمر. ودورنج بيجي وراها ناون فبالتالي وين هي الجابة الصحيحة? نمبر الفن. خدنا الكلام ده على الفكرة في الوحدة اللي ايه? التانية اللي هو الماضي المستمر. نمبر الفن. او شي بورد. شي بورد دا بوك. هي استعارة الكتاب. شخصيات كانت ايه? لها مغامرات عظيمة. هي الكلام ده كله او القاعد هنا الخاصة بالايه? بالريلاتف كولوزز. فاكريني الريلاتف كولوزز اللي هي عبارات الوصل او الاسماء الموصولة كانت في الوحدة الهداشر. تمام? بقولك هي استعارة الكتاب اللي فيه الكتاب فيه شخصيات عظيمة. يبقى تبقى انويتش. تمام? طبع ما شين فاقل هو ولا هم لانه هو وهم للعاقل فالكتاب اصلا غير عاقل. ولقولت فورد ذات اولا كلمة ذات لا يتقابلها حرف جر. فبالتالة تبقى انويتش. تمام? number 12. it's common for us to have someone our street every day. يعني ده شيء شائع وعامي بالنسبة لنا. احنا عايزين شخص يقوم بايه? بكنسة الشارع كل يوم. خيبك بقى. شايف كلمة هاف? برضو خدنا القاعدة كم مرة. قاعدة الكوزيتف في المضارع البسيط. مع هاف ومع جد. بيجي اول حاجة. it's common for us. يعني المفعول لاجل هو احنا يعني? تمام? اللي هنا عملنا الحاجة. محتاجين شخص يوم بالعمل ده. وصموا هنا دي فاعل هو اللي يوم بالفعل مش مفعول. لو كانت مفعول كتولت سويب. لكن عشان يا فاعل هاول ايه? كلمة سويب الاولانية. طب لو جاب لي مكان هاف جت. فاكرين? هعمل ايه? هتبقى هنا تو سويب. لو كان في هنا جت. او جت. تمام? بس هنا بكلم فيها هاف. تمام? بدل هاف في المضارع. فبالتالي باجيب الشخص اللي فاعل. واجيب وراه مصدر. لو جت اجيب الفاعل وراه مصدر. لكن لو كان مفعول سواء مع هاف او مع جت بجيب تصريف ثالث. نومبر ثيرتين. احنا قلنا كلام اللي فد على فكرة بتاع الكزد في الوحدة الستة. بالمناسبة يعني. نومبر ثيرتين. طبعا هنا بيتكلم عليه بقى. the more you train. ده خدنا كلام ده في الوحدة التانية بتاع المقارنة. the more you train hard not you are. افكركم. احنا قلنا القاعدة بتاعت the more بتاع المقارنة دي. دائما بيقول لك لما تيجي تقول كلما كلما. كلما اكتهت في المذاكرة كلما حصلت على درجات اعلى. كلما اكتهت في التدريب كلما فص في المماريات. دي بيقول لها على كلما كلما. طيب. ايه القاعدة تاعتها? لو دون تفاكرين في الوحدة التانية كنا قلنا ذا. بيجيب وراها صفة مقارنة. بجيب بعدها جملة السبب. بعد كده اجيب كومة. واقول ذا. واجيب صفة مقارنة. واجيب غملة النتيجة. زي الجملة اللي قدام هنا. طيب. هنا جملة السبب يعني كلما اكتهت في التمرين. ده السبب هو. طب ونتيجة هتترتب على كده. هطبعا هبقى اقوى. يبقى ايه? هقول زمور زمور ايه? طب هقول زمور ما ينفعش زمور لان صفة اصلا ايه? صفة قصيرة ما تجيش مع كلمة موك. فالتلاتة يبقى ايه? يبقى عايز هنا صفة مقارنة اللي هي زمور. وصفة مقارنة هي ايه? ده سترونجر. اللي اولا يجيب بعدها السبب والتاني يجيب بعدها جملة اللي هي النتيجة. تمام? يبقى كلما اكتهت في التدريب كلما اصبحت اقوى. number 14. they had arrived at the college. college اللي هي الكلية. هما وصلوا من الكلية. حطوا نقطة وكمل وجاب كومة. زي كتشاربيجان المحاضرة بدأت. في عندي حدثين. هما وصلوا لأول. وبعد كده المحاضرة تمام بدأت. تمام? طيب هنا لما قولك بعدة يبقى before طب هنا في before that. لا ده before that بتساوي بتساوي after. طب وafter that بتساوي ساوي before ازن هي لترسي. تمام? يبقى before that قبل ذلك يعني يقول لك اهو احنا زي يقول لك اهو had arrived at the college وصلنا الكلية after that بعد ذلك المحاضرة بعدت. طيب before that قبل ذلك. قبل ذلك بتساوي بعدها. يبقى after بتساوي before that beat before قبلها. تمام كده? يبقى احنا وصلنا قبل من المحاضرة ايه تبدأ. في رأيي والله لما أعبر عن الرأي بأجيب إيه في منسيغ المستبل بأجيب ويل والمصدر يبقى هاي أنا ما عنديش دليل فديس اعتبر تنبه بدون دليل نيبرهود معناها الحي أو المجورة دائما الناس في الحي بتاعي بيتعاونوا مع بعضهم البعض اسمها ايه طبعا اسمها مع بعضهم البعض نجيب على كلا أسئلة خاصة بالرائتنج احنا قلنا ممكن تتيجي بعد الترجمة ايان كان مكانها يعني اختر الجملة اللي فيها علامات التركمة موضوع بطريقة صحيحة نبدأ كده طب التانية طب هنا اعتقد دي صح هي دي اللي جاب الصحيح حليت رسيه مفهاش حاجة دي طب نشوف ربعة غلط ليه جاب علامة صفان دي جملة تمام طب نمبر اتين اي من الجملة التالية اعتبر صحيح من احتي التراكب اللغوية طبعا لو ركزت في الجملة هتجد ان هي ايه بقى هتبقى لطر بيه طب نشوف ايه و سي و دي غلط ليه و بي صح ليه نشوف ايه شايفين كلمة all day هاو اي مست بي هنغري ولك انا مكلتش اي شيء طول اليوم انا اكيد جعان خبك بقى هو فاصلهم عن بعضهم المفروض تيدينا تبقى anything على بعضها عشان تبقى برونار عشان تبقى ضمير انا لما اتناول اي شيء تبقى ضمير في محل مفهول يعني يبقى anything هنا غلط طيب اي هاونت ايتن anything all day دي صح لي اي ام هنغري انا جعان هو يبقى انا ما اكل اي شيء طول اليوم انا الواقع بتاعي دلوقتي جعان تمام مفيش استنتاج ولا اي حاجة هو طيب بني انت حقيقة وقع اي هاونت ايتن anything all day اي مي بي هنغري انا مكلتش حاجة طول اليوم احتمال اكون جعان مش منطقية برضو واللي بعدها برضو اي مايت بي هنغري نفس الكلام مفيش هنا استنتاج ضعيف دي بولك ده موجود بولك حقيقة واقعة حقيقة واضحة مفيش كلام مفيش استنتاجات اصلا يبقى اي هنغري نوبر 19 news reports have التقرير الصحفية بقى فها ايه important codes اللي اكتباسات هامة concise sentences جمعا مختصرة and paragraphs وفقرات ولا shorter paragraphs ولا paragraphs او فقرات بلو ايه زي قصيرة اكثر يعني ولا اي وي و سي طبعا ليه ترضي A B and C نوبر 20 there should be in any say يجب ان يكون ايه في المقال at least three paragraphs ولا at least five paragraphs ولا at least one paragraph ولا two or three paragraphs طبعا ايه على الاقل على الاقل نفروض بيه تلات براغرافهم يعني المقال فيه تلات ايه على الاقل تلات فقرات الفقر اللي انا بده اسمها introduction واللي في النصف اسمها body paragraph والاخران اسمها conclusion paragraph تمام نجيب عكال قطع الاقلانية اول حاجة انا بقول ايه adrian and his new friend manuel didn't speak speak the same language يعني دول adrian وزميله manuel الزميل الجديد يعني الاثنين بيكلموش ايه بقولوا نفس اللغة adrian spoke english and manuel spoke spanish and adrian بيكلم انجليزي و manuel بيكلم ايه spanish but they found ways to communicate they pointed to things يعني بس لكنهم اكتشفهم طرق للتواصل they pointed to things كانوا بيشارع العشياء عشان يعرفوا بعض بيها يعني they drupicatures برسموا صور sometimes احيانا they acted out what they wanted to say حيانا كانوا بيوم بايه بيعبرهم بسلوب بيدهم او كده الحاجة اللهم عاوزين يعني and they each learned a few words in the other's language وتعلموا بايه كلمات من يعني كل واحد تتعلم من اللغة بتاعت التاني بعض الكلمات من السور والرسومات وكلام كل they ate dinner at each other's house كانوا بيجبتعشهم مع بعض في كل منزل واحد so they both learned to enjoy new foods بتعلمهم طبعا انهم ما يستمتعون بالأطعمال الجديدة لان ده ليه عادات معينة في الطعام وده ليه عادات معينة adrian discovered that manuel was from هوندراس او هوندراس طبعا هنا ادريان اكتشف ان manuel من مدينة او بلد اسمه هوندراس adrian didn't know where that was ما كانش يعرف يا فين but manuel showed him on a map لكن manuel ورهله على الخريطة انت وصفارة وي كانت بعيدة جدا عنهم طبعا one day في يوم الايام adrian decided to invite manuel to play basketball في يوم الايام ادريان يعني ايه دعى manuel ان هو يلعب بسكتبول معه he didn't know if manuel knew how to play وما كانش يعرف يعني كيف يستطيع او هل هو بيقدر يلعب ولا لا يبا he didn't know if manuel knew how to play فهو ما كانش يعرف لو كان من هو بيقدر يلعب ولا لا but he was hoping that he could لكنه بيتمنى ان هو يقدر يلعب when the two boys got together after school لما طبعا ايه راحوا مع بعض بعد المدرسة adrian took manuel to the basketball court راحوا لملعب بتاع البسكتبول he said watch me فطبعا هنا ادريان بيقول المانول لان هو ادريان بيعرفي عن بسكتبول بوله يعني ايه راقبني كده and then he shot a basketball through the hoop ورح رأيه يعني رمى الكرة من خلال ايه الطوء بتاع السلة then he tossed the ball to manuel رأيه ورمى الكرة المين لمانول اطلقها ناحيته يعني adrian didn't think manuel would be able to score a basket طبعا ادريان كان فاكر ان manuel مش هيدر ايه يعني يحرز او يسجل ايه البسكت يعني يسجل النقطة في الايه في البسكتبول يعني but he scored easily لكنه ايه سجل بسهولة then manuel tossed the basket ball back to adrian and pointed to him طبعا منه راح مرجع له كرة تاني وشاور له it was adrian's turn ده بقول له ده دورك يعني for the next tower الساعة التالية the two boys played لعبهم manuel was a good player much better than adrian had thought he would be يعني هنا اقول لك manuel كان لعب كويس افضل من اللي كان ادريان مفتكر نواي بفيه يعني تمام the new day adrian told his other friends في اليوم التالي طبعا ادريان اخبر اصدقاء about manuel he told them what a good player manuel was he told his other friends that he wanted manuel to play basketball with them after school قال لهم ان هو عايز يلعب معهم basketball at first they didn't know if that was a good idea في البداية وما كانوا فاكرين دي مش فكرة كويسة how could manuel play if he didn't understand english طب ازاي هو هاي قدر يلعب بدل ما فهمش انجليزي he does understand some english adrian بقول لهم لا ده هو بيعرف بعض الكلمات besides he understands basketball بالاضافة انه بيفهم ازاي العب كرة basketball that's what's important وده الاهم adrian's friends agreed to let manuel play طبعا اصدقاء adrian وفقهم انهم يسمحهم لمنول يلعب and they made plans for that افترون وعد يخططوا يعملوا في الظهيرة يعني بعد كده everyone gathered after school to play basketball كلهم اجمعهم بعد المدرس عشان لعب بسكتبول manuel arrived وصل manuel and adrian introduced him adrian soon they started to play بدهم يلعبهم everyone agreed that manuel was an excellent player كلهم اتفهم ان manuel لعب ممتاز they were glad that adrian had invited him طبعا هما اتفهم او كانوا سعداء ان ادريان had invited him ان ادريان دعاها يعني they spoke english بده يكلم انجليزي manuel spoke spanish ومنول بيكلم فرنسوي but المان هنا but they had basketball in common لكنهم عم ايه basketball في العام يعني بيفهموا بسكتبول that was what mattered وده اللي يهمهم تمام نجيب على كبه نحلع سئلة how do manuel and adrian solve the problem of their language differences او difference ازاي بقى manuel وادريان حلوا من مشكلة بتاعت ايه اختلاف اللغة طبعا عمله لو انت فاكرين طبعا letter b they point to things and draw بيشاروا على الاشياء وهم بيكلمهم لو متحل من نسبة لهم يعني ويرسمهم number twenty two what does adrian learn ايه اللي ادريان يتعلمه بقى طبعا اللي ادريان يتعلمه how to say a few words in spanish ازاي يقدر يقول كلمات بالاسباني number twenty three adrian is a or an boy ادريان يعتبر ولد ايه jealous jealous معناها اللي هو بقول على غيور ولا اللي هو بقول عليه حاسد ولا violent عنيف ولا tolerant متسامح والله انا اعتقد انه اقرب اجابة لترضي لانهم هو طلب من زماله يلعبوا معاه وطلبوا انه يلعب معاه بسكتبول وقالهم المهم انه هكون بيعرف بسكتبول ما يعرفش انجليز من الشرط يكون امعرف انجليز دي كلها تسامح وطيبه بالنسبة لمن لادريان لكن violent شرير وعنيف ما اعتقدش انه كان عنيف مع مين مع زميله يعني تمام number twenty four how do adrian's and manuel's parents probably feel about the boys being friends ازاي ادريان و manuel's parents الولادون بتوعه probably feel about بيشعورهم about the boys being friends يعني افتجاه الولاد دول يكونوا اصدقاء يعني طبعا هنا لو ركز في الاجابة طبعا هم they are glad طبعا الولادين بتحمسوا عدد انت بتصدق واحد بيكلم غير لغتك وبتعرف تتعامل معاه هو انسان كويس يبقى they are glad number twenty five what will likely happen the next time adrian plays basketball المرة اللي جاء بقى ايه اللي ممكن يحصل المرة القادمة لما قدرين يلعب بسكتبول طبعا هنا هتجد ان اللي جاء بس حتى تبقى ايه تبقى later be they will invite manuel to play تمام يبقى هنا اللي هيحصل المرة الجاء لما قدرين لعب بسكتبول كلهم هو اصدقاء يعني هيدعم manuel ان هو يلعب تمام number twenty six which statement reflect the personal connection to the text يعني في رأيك اللي عبارة الهين اللي بتعكس الاتصال الشخصي to the text بنسبة القطعة يعني طبعا هنا لو ركزت تبقى ايه i have a friend who is deep and we find ways to communicate يعني الجملة دي مشابهة اللي بيحصل في القطعة يقول انا عندي صديق deep outcome او زيقول اصم يا ربي ديف يعني اصم واحنا بنجد طرق للتواصل تمام زي هو كان برضو ده بيكلم لغة ده بيكلم لغة فكانوا بيشاروا لبعض وبيرسموا صور لبعض friendship يا طرق ايه بقى درس اللي تستفدتم من الصداقة ديت طبعا الدرس المستفد من الصداقة ان friendship happens when people learn and care about each other الصداقة بتحصل لما الاشخاص دول طبعا بيتعلمهم من بعض وبيعتنهم ببعض تمام number 28 which text has a similar theme ايه النص اللي فيه بقولوا موضوع او فكرة مشابهة يعني ايه النص من دول اللي فيه فكرة مشابهة طبعا هتبقى letter A a story of two women from different places getting to know each other يعني امرأتين من اماكن مختلفة طبعا نقوصلهم او تواصلوا مع بعض عشان يعرفوا بعض تمام ببالتر A ننجي بقى الكترة التانية وخلي بقى عشان الكترة ديت فيها كم كلمات جديدة عليكم يعني كم رهيب فركزوا مسكور اقلم مع عشان تترجموا اول باو اول حاجة اقول لك ايه بقى ماري كوري was one of the most accomplished scientists in history اقول لك واحد طبعا اكتشفت الراديوم دي احد المواد المشعة احد العناصر اللي بتستهدم على انطاق واسع لعلاج السرطان وكمان درست اليورانيوم ومواد مشعة اخرى اميكابول هنا يعني سلمي او ودي collaboration تعاون يعني التعاون الودي او السلم اللي كان بينهم later helped to unlock the secrets of the atom يعني بدأوا ايه التعاون بتاعهم اللي كان بينهم بين بعض ده في البلو ايه في الناحية السلمية يعني الناحية الوديية طبعا ساعدهم من هم يفكهم الاسرار والغاز بتاعت ايه بقى بتاعت الظرة الاتوم ماري was born in 1867 ماري تولاد سنة 1867 in وارسو بولند في وارسو بولندا where her father was a professor of physics يعني ايه حيث والبابا هيعتبر ايه والستاذ في اليفي الفيزياء at the early age في بداية حياتها يعني she displayed هي طبعا بدأت تظهر a brilliant mind يعني عقل ايه عقل ذاكي جدا وراجح and apply personality وشخصية مبتهجة her grade exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school خبق her grade exuberance ديت يعني بولك يعني الحيوية اللي كانت عندها كلمة exuberance معناها مليء بالحيوية الحيوية والنشاط اللي كان عندها for learning prompted طبعا دفعها her to continue with her studies ان هي طبعا تستمر في الدراسة بتاعتها تمام after high school بعد اللي ايه اللي ايه زي بولو من الدراسة السنوي يعني she became disgruntled disgruntled هنا معناها مستائة وصاخطة عايزوا لينا ومع ذلك يعني مع الحماس اللي عندها والحافز اللي عندها هي تستمر يعني طبعا اصبحت مستائة وصاخطة ليه بقى عرفت ان جامعة وارسو لبولندا طبعا اغلقت ضد السيدات ممنوع يعني تعلم السادات فيها طبعا اصبحت مصرة ومصممة انها تتلقى تعليم عالي في الجامعة يعني كلمة يعني عملت تحدي يعني وغترت بولندا and in 1891 ساعة 1291 entered the serpone a french universe دغلت جامعة السربون المشهورة لفرنسا where she learned or she earned her master's degree حصلت عليها على درجة الماجستير and doctorate in physics وكمان درجة الدكتورات في الفيزياء mary was fortune to have studied at the serpone طبعا كانت محظوظة ان هي تعلمت او درست في السربون with some of the greatest scientists of her day مع اعظم العلماء في العصر بتاعها في الوقت ده one of whom was bier kuri احدهم كانوا واحد اسمه bier kuri mary and bier were married in 1895 طبعا هنا mary و bier تزواجهم ساعة 1895 and spent many productive years working together 8 مقادم سنوات انتقوا فيها عمل كتيرة مع بعض in the physics في الفيزياء laboratory في معمل الفيزياء بعد وقت قصير ما اكتشافهم الراديوم اللي هي المادة اللي مش عملت عليها بير was killed طبعا اتقتل بير by a horse drone wagon in 1906 ساعة 1906 يقول لك ايه عربة بتجرها الخيور يعني استضمت بيه فمات mary was stunned by this horrible misfortune طبعا ماري اصبحت ايه كانت مصدومة من سوق الحظ السيء الرهيب ده ومisfortune and endured heart breaking anguish طبعا endured هنا معناها تحملت طبعا heart breaking اللي هو المحزن او شيء المحزن او اللي بقوله ايه يعني شيء مفجع زي ما بقولهم anguish اللي هو طبعا يعتبر القرب ده يعني بالنسبة لها تحملت القرب الشديد او على قلبها ده dispondently she recalled their close relationship dispondently هنا ليه معناها بإحباط او بصورة بقيسة بدت تتذكر طبعا بتعود ذكرياتها with close relationship بالعلاقة الوثيقة بتعود ذوكها يعني and the joy that they had shared والمرحل اللي كانوا بيشاركوا بعض فيه in scientific research في البحث العلمي the fact is that she had two young daughters الحقيقة بقى ان هي عندها بنتين صغيرين two rays عايزت ربيهم يعني by herself greatly increased her distress ده طبعا زود ايه بقى زود المحنة والمعاناة بتاعي انها عندها بنتين عايزت ربيهم curious feelings of desolation finally began to fade طبعا تقوله الشعور بتاع الأسى بتاعها طبعا في النهاية بدأت لاشا ويختفي defaid تمام كلمة فيد هنا يعني يختفي أو يتلاش when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the sorbon طبعا طلبوا منها ان هي تخلف زوجها يعني كاستاذة يعني في الاستاذية يعني تخلف زوجها في ايه بقى ان هي تبقى استاذة في الفيزياء في جامعة السوربون she was the first woman to be given a professorship طبعا كتقول الواحدة تحصل على درجة الاستاذية at the world famous university في الجامعة المشهورة دي in 1911 سنة 1911 she received the Nobel Prize تسلمت طبعا ايه او حصلت عليها جائزة نوبل in chemistry for isolating radium خذتها عشان قامت بفصل عنصر radium على المواد المشهد تاني يعني although Mary eventually في النهاية سفر دقافة الانس كيف بتعاني من مرض مميت from her lung exposure to radium طبعا من تعرضها على المادة البعيد يعني للمادة بتاعت radium أو radium she never became disillusioned اصبحت طبعا ايه طبعا او عمرها ابدا ما كانت محبطة about her work regardless of the consequences بصرف النظر بقى وبغض النظر على العواقب she had dedicated herself طبعا قرأت نفسها to science وطبعا قراسة حياتها للعلم وانه تقوم بكشف الميسترز هنا اللي هي الالغاز بتاع للعالم المد أو العالم الفيزيائي تمام طبعا قطعة فيها كم رهيب من الكلمات محتاج الواحد يوقف قدامها شوية عشرين يفهمها يعني تمام ناخد بعكات when she learned that she could not attend the university in Warsaw Maryfield لما عرفت اني مش هتقدر تخش الجامعة في جامعة ورسو شعرت بإيه طبعا بأصبحت منزعجة بإيه النوعية تمام number 30 Mary not by leaving Poland and traveling to France to enter the serbone طب ماري عملت إيه بقى لما غدرت بولندا وسفرت فرنسا عشان تدخل جامعة السربون هل behaved ولا شهد intelligence ولا challenged authority ولا was distressed طبعا challenged authority challenge تحدد هناك كلمة بتاعتها أصلا كانت موجودة في القطع لما قامت بالتحدي لما قامت بالتحدي لما قامت بالتحدي هي غدرت متحدية وهي بتغدر بولندا وبالتالي كانت عاملة تحدي تقوم بإيه بدخل الجامعة دي طبعا كانت إيه دي جيكتد لي بحزن كداما دائما تفتقر وهي حزينة المرح اللي كانوا بمرحو هي وزوكا بليمية تقفل هي اللي كان بدأ هي تلاشها بقى من عندها لما رجعت جامعة السربون عشان تخلف زوكا يعني تولى مسؤولة لكم تولىها يعني هتبقى هنا إيه طبعا هتبقى ريتشد نيس يعني ريتشد نيس يا مستر ريتشد نيس دي معنها بقس وشقاء وقرب يعني البقس والشقاء بتاعها بدأ يتلاشى لما قالوا لها أو لما رجعت جامعة تصربون عشان تخلف زوكا تمام نومبر 33 يعني عن رغم أن هي يعني أصبحت مريضة مرض مميت من العمل بتاعها مع مادة الريديوم عمرها بدأما إيه طبعا عمرها بدأما أحبطت تمام نومبر 34 طبعا هنا التعاون بتاعها مع زوكا التعاون ده قلنا الصفات وفاكرينها قلنا الصفات بتاعاته لو أنتم فاكرين قلنا يعني ودي أو سلمي يبقى تبقى لتر طبعا عن دي بتساوي كلمة طبعا كمتدف تنافسي كورتس اللي هو مهذب وإندسترس اللي هو كادح أو مكتهد طبعا من فوش نومبر 35 يا طرف رأيك إيه أفضل عنوان للبارغراف التالت طبعا أفضل عنوان هي بقى يعني حياة ماري للأسرية تمام نومبر 36 كلمة معنى إيه طبعا معنى وقلقون على إيه اكتئاب وإحباط تمام نيجي بعد كالة الترجمة واتفقنا لما جاء ترجمة بعمل إيه بحاول أستبعد إلى إجابات الغلطة عشان نوفر على نفسي وقت في الحل وفي نفس الوقت أقدر أعرف الإجابة الصح إيه دي أول حاجة تاني حاجة أبدأ أخذ جزء من جملة مش جملة كلها وامشي مع جمل كلها وشوف إيه اللي هستبعد شوف أنا هعمل معك هذه الوقت وركز معي ناخد جزء ده للإرهابيين أهداف عديدة من يعني نشر التهديد بالعنف في المجتمع أعتقد ذي صح حتى الآن لسه في جزء فاضل طبعا نشوف بق حرف البق بيقولك إيه للإرهابيين أهداف هام ومقالش قال الميني يبقى ديها تقول الواحد غلط يبقى نعمل إيه هعمل فوائقس كده عشان كلمة هامة دي اللي خلطت الجملة تمام مثل نشر التهديد بالعنف في المجتمعات ديها الجزء ده فيه غلطينها للإرهابيين موضوعات عديدة موضوعات ولا أهداف لا أهدافي بدي بردء غلط مثل نشر التهديد في المجتمع للإرهابيين أهداف محددة مثل نشر العنف في المجتمع هو Success الهداف مش محددة ايه أهداف عديدة تحاجة وحاجة كمان مش نشر العنف نشر التهديد بالعنف تمام دي بأعتقد برضو طب لو جانا الحرف الباعة تجد فيها في الاخر ولك ايه ونقد اعمال سياسية وفو بقول لك وتحقيق اغراض سياسية يواردوية غلط تمام ولكن وتحقيق اعمال سياسية لأي مفروض اغراض ويقول لك وتجاهل لا مش تجاهل ده هي تحقيق جبت في كل جملة تقريبا اتنين غلط عشان اكد اللي جابه دي غلط تمام يبقى الحل الصحي بتاعها هيبقى ايه هيبقى حرف الالف اللي يقول لك للرهابيين اهدف عديدة مثل نشر التهديد بالعنف في المجتمع وتحقيق اغراض سياسية تمام نيجي بعد كده الجملة اللي بعدها يا جملة بسيطة يستطيع رجال الاعمال يقول لك حفظ كل من الوقت والترحال هم يحفظهم ولا يوفرهم لا بيحفظهم تمام وكمان كل من الوقت والترحال ولا الوقت والجهد تمام قد تنين غلط طلعوا جملة غلط طيب يستطيع رجال الاعمال حفظ كل من الوقت والجهد باستخدام الهدف المحمولة اعتقد حتى الان ديت ماشية صح بس برضو حفظة مصر لا مش حفظة بادي غلط عشان حفظة طيب يستطيع رجال الاعمال توفير كل من الوقت والترحال ما فيش حاجة اسمها ترحل. احنا هنا مش ترحل بقى اسمها وقت واي وجهد. تستطيع الرجال العمل توفير كلها من الوقت والجهد دي صح. على طاقة تتبقى لحرف الدال. بسخدام الهواتف المحمولة لمناقشة القضايا والتواصل الاتفاق. ولو بسطت كمان الاولانية الف يقول لك لحال القضايا يقولنا مناقشة. كمام? ولو بسطت اللي بعدها يقول لك وعدم الوصول الاتفاق هي والتواصل الاتفاق. ودي برضو غلط. شوف انا جبت لك اتنين اهو. والله اولين فهي تلاتة غلط كمان. ودي برضو نفس الكلام الهواتف المحمولة لانهاء القضايا لا ده هي لمنقشة القضايا. يبقى عندي اكتر من حاجة غلط. يبقى لاجابة الصحة بتاعتها تبقى ايه? هتبقى حرف الدال يستطيع رجال الاعمال توفير كلها من الوقت والجهد باستخدام الهواتف المحمولة لمناقشة القضايا والتواصل الاتفاق. نجي بقى رقم تسعة وتلاتين ترجم من عرب الانجليزي ونفس الطرية برضو دي اعتقد دي اسهل شوية من اللي فات. لقد كانت مصر دائما شامخة على مر تاريخها وستظل كذلك ابدا الظهر بابنائها ولم تخضع لأحد مهما تكون الاسباب. ناخد جملة جملة. ايجيبت has always been great throughout its history. اعتقد دي جملة دي صح. حتى الآن. يقولك it will be so forever through its citizens. طب نكمل الجملة التانية. ايجيبت has been great ما جابش دائما ممكن نعدي دي مش مشكلة. it will be so forever though. though ولا throw. لأ دي بقولك من خلال مستظل الجزالك افضار بابنائها يبقى هنا مش though. لأ الظهر غلط. دي واحدة طلاق ببرة. طب ايجيبت has been great throughout its debt. هي debt يعني تاريخ اللي هو بتكتب التاريخ اللي انا نعرفه لكن مش التاريخ اللي ايه? لحداث الماضية. دي غلط برضو. طب الاخرانية. ايجيبت has always been great throughout its history. it will be such. هي such ولا so? تعزوا لك وستظل كذلك يبقى so مش such. forever through its citizens. it will not submit to anyone whatever the reasons are. اعتقد دي جابة الصحة عندها تبقى ايه? تبقى حرف او لتر اي. ايجيبت has always been great throughout its history. it will be so forever through its citizens. ولم تخضع لأحد مهما تكون لأسباب. it will not submit to anyone whatever the reasons are. تمام? نجي اخر سؤال عندنا النهاردة. number 40 اربعين. تتقدم الامم بالعلم والثقافة والتخطيط الجيد والعمل الجاد. تتقدم الامم. ماشي بالعلم. يعني هتتقدم بالعلم. ركز عشان دي مهمة قوي. نشوف كده اول حاجه لك ايه? nations achieved progress. يعني هنا ايه الامم تحقق التقدم. throw من خلال science culture good planning and hard work. طب نشوف التانية. nations achieve application. application على progress. application تطبيق. انا عايز ايه? تقدم. دي غلط. طب throw progress من خلال التقدم and the science والعلم agriculture والزراعة good planning. لا ده كده غلط. ده هي غير المعنى هنا. المفروض كان قال لي زي ما قلت لكم تتقدم الامم بالعلم. يعني الامم تقدم بالعلم. مش خلال العلم والتقدم والزراعة. لا كده المعنى تتغير. لا حتى في الاخر يقول لك ايه? nations can produce good education. الامم تستطيع ان يتنتج ايه بقى? تعليم جيد. لا احنا قلنا تتقدم الامم وينتج عن ذلك تعليم جيد. تمام? طب والاخرانية يبين الغلط هنا في الحتة ايه? في الصيغة نفسها بتاعت ايه? ده throw progress. طيب throw process. ده غلط ده على طول process. ده حتى ما قالش زي الفاتو بروغرس تبقى لايه اشوية. انما بروسس لا. يبقى اللي اجابة الصح هاتيبها عندي ايه? هاتيبها طبعا حرف او لتر ايه? nations achieve progress through science culture good planning and hard work. this can result from good education. ده ينتج عن ايه? عن التعليم الجيد. تمام? احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهار درجان. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس. علشان توصلك للفيديوات القادمة ان شاء الله. كان معكم مصر رحمة العبد من قناة دروس علمية online. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.